هذا وتشهد منطقة بورج العرب حالة من الاستنفار الأمني لتأمين المباراة المرتقبة بين منتخب مصر مع الكونغو وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمنطقة بورج العرب وتم نشر القوات بطول الطرق المؤدية للاستاد وأهبت أجهزة الأمن بالجماهير المصرية الخروج بمظهر يليق بسمعة الرياضة المصرية هذا وتفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم استاد الجيش بورج العرب للاطمئنان على جهزيته قبيل استضافة المباراة في حضور نحو 65 ألف مشجع